مع مضي أسبوع على أعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا والذي تسبب بكارثة إنسانية أفادت منظمة الصحة العالمية في بيان أن عدد الضحايا والمفقودين وصل في مدينة درنا لقرابة 13 ألف شخص مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع انتشاء الفرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث بيان المنظمة أشار إلى أن أطناناً من الإمدادات الصحية وصلت إلى مدينة بنغازي الليبية في إطار استجابة طارئة مكثفة لمساعدة 250 ألف شخص بعد الفيضانات غير المسبوقة في المناطق الشرقية من البلاد كما أشار البيان إلى أنه ما يزال أكثر من 9 ألاف شخص في عداد المفقودين في مدينة درنا مضيفاً أن الفرق التابع لها مع وزارة الصحة الليبية تعملان على تعقب القتلى والمفقودين من جهة أخرى أعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة لمدة عام الكامل جراء الفيضانات والسيول التي ضربت هذه المناطق خلال الفترة الأخيرة ويأتي هذا القرار بعد أن أشار مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا حيدر السائح إلى أن هناك نقصاً في الكوادر الطبية التي تعالج مصابي السيول في المدن المتضررة وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في ليبيا إن الأرقام الدقيقة بشأن الفيضانات في شرق البلاد لم تتوفر بعد إلى أنه أكد أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم